بسم الله والحمد لله اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعني علي وانصرني ولا تنصر علي واهديني ويسيري الهدالي مرحبا بكم عزيزي التلاميذ والتلميذات في هذا المقطع الأول اللي غنشرح فيه إن شاء الله بحويل الله أول درس عدنا في 6 يام خيار فرنسية في أولا باكسونس إكسبيريمونتال أوبسون فرنسي ولا سكشون فرنسيز ولا بيوف درجة الولى اللي هي الفنومن الجيولوجيك أكسترن ولا الجيو ديناميك أكسترن ولا هي الظواهر الجيولوجية الخارجية وغنبدو إن شاء الله بالدرس الأول اللي هو الzufفففформ وقوتي بmarkt deplننى جربة بلاكسونس إكسبيرا دعنا فبركات الله اللي هي إنجاز خريطة الجيغرافية القديمة اللي واحدة للمنطقة معينة ولا الواحدة للمنطقة روسوبية ونبدو على باركة الله المترجم للقناة 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 الحديث سيائcream قلةữ ملابدًا سداولان في طنعي السيدي ملمان المترجحين بأسان boards الح発 المترجحة الترج�� الخاص المتمِ باديuire هناك الأوساط القارية مثل الوديان والصحراء والأوساط التلجية هناك الأوساط بحرية يعني الرواسب التي تكون لديها في البحر و هناك الأوساط التي تسمى بينية انترميديا يعني التي تكون بين القارة والبحر مثل الشاطئ و النقطة التي تلاقي فيها النهر مع البحر و هناك الأولى تكون نقيمة أن تكون متوفر من الملئات الانترة هناك الأوساط التي تصدرنا هذه الأوساط 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 اللاثمة التي تصدرها على البحر والشاطائل والصحراء والودي والجبل إذا كنا نفهم ذلك الأوساط الأوساط القادمة معاوة فعلاً. جيولوجين أدفت أن العلماء المتحدثين تتعامل معاوة كلاماً وهذا هو النقاط البرنسبة لأكتواليزم. لأن العلماء يقولون أنها التحدث التي تقدمت في الأقديم يعتقد أنها تقدمت على نفس الأحداث هذه الفترة التي تقدمت إجابة حالياً وهذا هو النقاط البرنسبة للأكتواليزم هذا الدرس سوف نقوم بإنشاء الله في عشرات الأنشيطات نحن لدينا معلومة التي قررناها في الثامن نعود أن نذكرها وهي مراحل تشكل الصخور الرصوبية ببساطة الصخور الرصوبية تشكله بمراحل تارية في البداية هناك صخرة يجب أن تشكل الصخرة بسبب عوامل تارية تشكل الصخرة تشكل الصخرة يجب أن تفتت لها الإيروسيون الإيروسيون هو الحت يعني هذه الصخرة يبدأ يطير من نواحة طريفة صغر بسبب العوامل الحت نحن تستطيع أن تكون يطير من نواحة أرملة يعني عبارة على طروفة الصخرة التي تحزم بها يعني العجاج وهكذا الرياح لديك الماء إذا كنت تشاهد فايضان فأيكون أرملة يعني عبارة على طروفة الصخرة تنقلون من واحدة صخرة اخرى وتهزون من فم ولا كذلك الجليد والثلج لا يتحرك الثلج ويجر معه بطبيعة الحال مجموعة من الأجزاء الصخور وطبيعة الحال هذه المرحلة التانية التي تتبعها وهي النقل يعني هذه العوامل التي تحيدت الطروفة الصخور التي تحيدت من الصخرة وحتى يوصلون إلى البلاسة في انكتقل السرعة لأنكتقل السرعة لأنكتقل السرعة والأجزاء الصخور والصخرة التي تحيدتها يتنقل السرعة وبالتالي يهبط ويقع لهم التوضع ومن بعد ترسب هذه الأجزاء الصخور التي تجمعها ومن بعد ترسب ونسمي المرحلة الدياجينيز وهي التسخر لأنه يكون لديك أجزاء الصخور ويقع لهم الظاهرة التي تجمعها ويجمعها ومن بعد ترسب ويجمعها لأنكتقل السرعة ومن بعد ترسب لأنكتقل السرعة ومن بعد ترسب ويقع بشيك السرعة هو أحد الأجزاء من طبيعة الصخرة الذي يحطم لنا الذي يتم نقلهم بواسطة الماء أو الهواء أو الثلج على حسب النوعية الوسط الترسب والذي يتسالى الجهد لهذا العامل النقل يهبطون بطبيعة الحال ويتم ترسب وهذه الرواسب التي يتم نقلهم بهذا العامل النقل يملكنا سواء الهواء أو الثلج وهو مكون من جموعة الأجزاء لذي تختلف حسب القدر فالجيولوجة وييقفون الاسمتع لأجيزة انفخلوا لأجيزة فالجيولوجة قسم لنا المكونة للرواسب حسب القدر وصابت لدينا واحد سلم لتصنيف الرواسب التي توجد في الصور أعطاني تماماً دياماتر في الميليماتر في السطر الأول أعطاني القطر الرواسب بالميليماتر وعطاني في الديزيام لين اسمية السيديمون النوع الرواسب بطبيعة الحال في الخان الأول أعطاني دياماتر سوبرية 256 إذا كان عندك القطر كبار من 126 فنوعية ديال الرواسب كي تسمى بلوك كبار من 126 مليماتر كنسميهم بدي بلوك المبلغ العربية الجالاميد من بعد الخان الثانية إذا كان عندي دياماتر بين 64 مليماتر و 126 مليماتر فالسمية ديال الرواسب كي تسمى أنقالي يعني هو هذا الحجر صغير الخان الثالثة إذا كان عندي دياماتر رواسب بين 64 مليماتر فالسمية ديال الرواسب كتسمى غافية غافية هنا هما هذو الحجيرات الصغيرة عندي من بعد إذا كان القطر ديال الرواسب بين 1 إلى 16 مليماتر وجوج مليماتر فالسمية ديال الرواسب كتسمى الصابل اللي هو الرمل بطبيعة الحال ومن بعد إذا كان القطر دياله من 1 إلى 156 و 1 إلى 16 مليماتر سمية ديال الرواسب كتكون هي لليمان اللي هو الطبي وفي آخر حاجة عندي إذا كان القطر ديال الرواسب صغيرة من 1 إلى 156 مليماتر فالسمية ديال الرواسب هو العجيل يعني هو الطين ما فهم السؤال اللي اعطونا هنا ومن بعد إذا كان القطر ديال الرواسب على أي معيار اعتمدنا بشيء لنصنفوا هذه المكونات الرواسب بساطة هذا الرواسب من الصغير الكبير من الطين الطمي الرمل حاصة هذا الحجر الكبير والجلاميد اللي هو هذا الحجر الكبير قاع كيف يختار في طبيعة حال في القد الطين أصغر حاجة كينا الطمي صغير كبر من 1 شوية الرمل كبر من 1 شوية بلاك الدكت المحجر الكبير و بلوك النقل وتقل الطين في المختلف المختلف كيف يختلف القطر و القد المعيار هو القطر و القد الرواسب يجب أن يكون لدينا 20 مرحبًا أن نعطي بجميع أجلسلسل من الناس المنطقة في نفس المنطقة ونقاطها على نفس الناس المهام نحن مختلف من المنطقة التي يقومون بخصوص الناس المنطقة ونقاط سماو الناس المنطقة بعد الأمر يأتدى لأننا نعطي أن نعطي الخاص بجميع المنطقة يقولون صوف الراوازيب في الواسط نهري تكون في الواسط حيث في الوصف نهري نظرنا يقولون ايضاً يقولون... يقولون... الناس الحيث عن المهاتف الحيث عن ماليخ في الواسط نهري يقولون أن النهري بالنسبة للتحالي كانت تحلق ماليخ في الهوار لمن نهر طولي من نهر يمكن أن يكون لديه المزهر بطبيعة الحال يوجد الحواج بطبيعة الحال يوجد الحمولة لتزمع هذا الوضع ما هو حجر كبير ما هو حجر صغير ما هو حجر رملة وكذلك المنحدر من نهر إذا كان المنحدر من نهر بطبيعة الحال قوي إلى مرارية حول الوضع كما ظهر أن المنحدر من نهر وليس يمكنه يسبن الضيار ويوجد الضيار اخبار . المفضل 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 المعارضة على الرواسبي بسبب الوضع الأمام والتأكس بالنقص والتناقص الذي يسأل لنا على الوضع من الوضع التي يسأل لنا كي يبقى غادي أو كيتناقص السؤال اللي اعطاهنا ديجاجي لكاركتر تصديمون في البياتيل يكسبيكي لغيبارتزي ديال لما ذار لفال لون استخرج لنا الخصائص ديال الرواسب النهرية وفسير توزيع ديال هاد الرواسب من المقدمة ديال النهر اللي هي لما اللي هي البداية ولا المقدمة يعني البديية ديال الود ولا ديال النهر ذار لفال يعني النهاية ولا ديال النهر المنحة والنهاية الغابة بالرزوع للوثيقة هذا هو المظهر الطولي للنهر بطبيعة الحال كما ترونه الهر يوجد الحوج يوجد الحمولة للنهر قوية ومع ذلك الرواسي وكذلك المنحة المنحة هنا المنحة مخلوق هنا نهاية المنحة المنحة هنا المنحة هنا المنحة هنا هنا الجدد لله الجزء بحق الجدد. لذا نظر الجدد technology super. بينما هنا لا يوجد منحضر هنا يوجد تقريبا الارض مستويه لذلك هنا يوجد منحضر قوي بما انه يوجد منحضر قوي بما انه يوجد هبطة فبطبيعة الحال التيار سيكون سيكون لدي كوران فاق يعني التيار في النهر التيار المائي سيكون قوي في المتالي بما انه سيكون هبطة تقريبا فهذه لديها حجمها بطبيعة الحال كبير كما ترون هنا يتم تقريبا احتجارها هنا لا يوجد احتجارها في المسافة قصيرة وكما ترون في المسافة القصيرة بأن يكون الحجم كبير هذا الحجر كبير لن يقرر لي تيار المائلة كان ضعيف. لذلك لا يمكنك أن نبعد على الملحضر. والتيار الملحضر سيضعف. لا يمكنك أن نبعد على المقدمة للنار. والتيار سيبدأ يضعف. سيكون لديه قوة موية. وبالتالي لديه قوة موية. لا يمكنك أن يكون موية موية. لذلك القدر عناصر الروسوبية التي سيتم نقلها لا يكون كبير. سيكون متوسط. لذلك القدر عناصر الروسوبية سيكون متوسط. وهنا سيكون متوسط. وفي حد ذلك كان نبعد وكان نصل إلى النهاية. وهي النهاية للنار. وهذا التيار النهري. الملحضر سيضعف كما قلنا. وبما أن الملحضر سيضعف فقالي لديه قوة مفاهدة. يعني تيار ضعيف لأنه لا تنقل بسرعة كبيرة. وبالتالي الرواسي بحجم سيكون صغير كما تشاهده. القدر عناصر الروسي بحجم سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده سيكون صغير كما تشاهده. بينما هنا يكون لديه تيار موين لأنه لديه ملحضر متوسط. سيكون لديه الحجر والسيديمان التي يكون القدر عنهم متوسط. كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده بحجم سيكون صغير كما تشاهده. كما تشاهده بحجم سيكون صغير 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 كما تشاهده. في عام grams نحن الرواسية termin نحن الرواسية إنها تقرير إنان جان الناسر لذلك أشهد الهكابيج يطلق أجل الهكابيج ويطلق أجل المياه ون ونقصد للأفال فى البيئة المتوكين يتواجد المعضب المعضبين لنسبة الأساسين لذلك فضل المعضبين المعضبين السعيد الهدف ولذلك ، السرع والتيار الهدف والنقل المعضبين والعنصير المعضبين يبقى غاديو كينخافض وبالتالي الرواسب كتولي كتترصب هذوك العناصر يرسو بيك ولي كيهبطو ماشي كيبقاو كيتنقلو كيهبطو لانه السرعة ديالتيارو اللات جيد ضعيفة. اذا بغندوزو للفقرة التالتاو اللي فيها كاراكتر اي كلاسيفيكاشن دي سي ديمان دانزا ميليو كوتيره اللي هي خصائص وتسنيف الرواسب في واساطين شاطئي كاراكتر اي غو بلا شفنا في ميليو في فياتي الواساط نهري داباف واحد الواساط شاطئي وعدنا الواتيقة الرقم جوج الواتيقة التالتاعفون اللي كتحمل نفس العنوان كاراكتر اي كلاسيفيكاشن دي سي ديمان دانزا ميليو كوتيره وغنونا الهدرديناميزم كوزي بار لبالانسمن دي ماريه اي لانهجي دي واجه اي ماكسي مال دانزا دي فرلمان اللي سيديمان دي بصي pes زيديا كالي قليل بدأ الإي ب legislание واحتمال حركات الجزر طبعه استخدر 식داء وتأسمى الحركات ومثم السياراتád وتأشيد التاسيلك لطاقة البلدية ومن ثم القطاقة الطاقة وبالتالي تكون قصوية في 때도ك الواتي لمدة ساعدة العقلة س desperdiرتها في الحرب أن هناك سنة الحرب مستعدة أشهر لهم في تابعة العجلي في الحرب يومي المتحدة Hudلي كارك تادي في ترجمة العين ومكوري تسناع بعض الجمعة التشوير هذه المتالية ساعت بإرضات البراجات الجمعة يتضاف العجليات المสاعرية الحالة التي تكون لديها أصبحت للا سنة لكن المتابعة للمنزل في ميارات الأربعية أيضا تقومون بلاس وصفة هناك في المقالات الزائعة ويوانا تقومون بطمومة وتمومة ويوانا تقومون بلاس ويوانا تغير من المقالات كما تظهر في الصورة وهذا من الرمل من الرمل من حتى صخور يحتمون بواسطة المياه أو بواسطة الرياح الطرفة صابات يحتمونه وكذلك يتحك وي تحيد من السخور وي تحقق بواسطة الحركة للأمواج وي تقدر بسخرة 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 تجالش كالقوها لك شكل ديال ويكون داع إيري سؤال لعتنا كمان تتعب لدى ديسبوزيش ديال الراواصي بالشاطئ وي تتعب لدخل ديال الراواصي بالشاطئ وي تتعب لدخل ديال الراواصي بالشاطئ وي تتعب لدخل ديال القارة وي تتعب لدخل ديال الراواصي بالشاطئ يعني الشاطئ اللي في الصخور والشاطئ اللي فيها الرمل الشواطئ الرملية والشواطئ الصخرية إذا شفنا الواتيقال للفوق الواتيقال للفوق هي اللي عطينا فيها الحزر على الحزر وي تتعب لدخل ديال الراواصي بالشاطئ يعني الراواصي بالشاطئ يعني الحركة ديال المدى والجزر والباريوت والماري باس في الفوق في الفوق مكتوبات مقالي يعني في الفوق ديال الشواطئ في البداية ديال البحر في مراه مراهما سوف ندخل داخل البحر من يلللل سابل ندخل داخل سابل ، يعني قطين سوف يدخل من حول لذلك ترتيب التناقصي من البداية من البلاج يعني ندخل داخل الشاطئ محدة سوف ندخل الوصف البحر الرواسب سوف ندخل الوصف البحر الرواسب سوف ندخل الحجم والقدة سوف يصغر هذا الشيء سوف نفسره نفسره بالحركة والقوة للتيارات في الشاطئ حركة الأمواج والمد والجزر تكون قوية يعني البحر يدخل الوصف ويعود الوصف رأي الاستخان هي مستوى البحر يمشي ويعود الوصف يتعرض للقوة التيارات المد والجزر وهي البحر التي ندخل فيها كما اردتها يتعرض لها الرواسب القديه كبير محدة سوف ندخل الوصف ويأتي الوصف ويأتي الوصف ويأتي الوصف ويأتي الوصف هنا لديه من البحر من الشاطئ حتى الداخل البحر أما فيما يخص الصوراتين في الأسفل البحر البحر على الشاطئ الصخرية والشاطئ بالرمال فبطبع هذا الاختلاف يجب على الاختلاف النوعية الصخور والتشكولات الصخرية التي تكون دائرة هذا الشواطئ يجب على كل كوكياج يجب على كل شاطئ مغطي بالكوكياج فبطبع هذا الشواطئ يجب عليهم علاقة كما أخبركم التشكولات الصخرية ويجب عليهم ويجب عليهم الفقراء الرابعة والأخيرة في هذا اليوم ويجب علينا المنطقة ويجب عليهم نفس الراسل ويجب عليهم في مختلف الأسابة ويجب عليهم ويجب عليهم إعتماد الثالث المتقلم ويجب أن ويجب عليهم منطقة بأمكانة بأمكانة ومع بشكل مكان يجب أن تتحل المدينة الرمل بطبيعة الحال هو مادة حبيبية على شكل حبيبات ومع بشيء بشيء ومع بشيء ومع ناتجة ومع بشيء من التفتت من بعض الصخور الأخرى هذا الرمل يجب أن تجده مختلف في الأوساط الرسومية يمكن أن تجده الرمل في البحر تجده الشاطين és صحراء ونهر وواد وللقيف جميع والأوساط الرسومية ما أريد أن تجده أن تجده المدين تجد تجده تجده يمكن أن وجد المدينة للقهف مختلف في الأوساط الرسومية في الأوساط الرسومية قبل القيام نجد العباد على صحر قد تقرم لها. اذا كنت من المحاولة في النهر ، اذا كنت من المحاولة في السابر ، وهاد ، وإن الواد ، الشاطئ ، وكنت من المحاولة في البحر بطبيعة الحال الاختلاف انه ينقى نفس الرسمي كالقاف في جميع الاوساط الرصوبية فهو يتجرب على التنوع بالتنوع في العوامل الحث والعوامل النقل وعوامل النقل ونقل الرياح يجب الرياح على اجزاء من الصخور فتاة الصخور يجب الرياح في النهر كذلك الماء فتتلي yrسي قائز محارس من الشوخور المحارس ليها الرياح ومن ثالث الراحة الموجودة كالجيوان بطرودكتبو الكتابي هو صديمون بطريق كانت شعور دوريا من أجليز موجودة تم تشرك فعاليا ثم اعتمد قطعية منه البث ويجنبا على جيدان ملاحظة 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 أو عدد كانت ملاحظة فعالية لحدي ملاحظة واحد هي التي تحتج بعد التي تحتفظ عن السخرة من فهل الجمع من الحبيبات الصغار كما قلنا اللي كيتحيدهم الصخور بواسطة العوامل ديال الحت والعوامل التارية بطبيعة الحال اللي قلنا سواء الرياح ولا الثلوج ولا الوديان والأنهار بطبيعة حال هادوك العناصر الحوتاتية فارهم كيمشي والأوساط الترصب لأوساط التوضع اللي هما الشواطئ البلاج والدزير والصحراء والفلوف الأنهار الى آخره وبطبيعة الحال هادوك شعلش كاللقاء نفس الرسم اللي هو الرمل ولا بعد الرواسم الأخرى غلقاهم في بزاف ديال الأوساط الرسوبية المختلفة والمتنوحة وهكذا نكون سيئين الفيديو ديالنا ديالي اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته